فقعد سعد رفيق الحريري سأله بكل براءة واحد من الاسئلة سأله كم جنسية وجواز عندك وهنا فجر مفاجأة أنا من الناس أعرفها من شلت في لبنان لكن لربما الكثير معراقين ما يعرفوها اسمعوا طبعاً لك ريستينا طبعاً أنت عندك ثلاث جنسية واحدة سعودية واحدة لبنانية واحدة فرنسية لا جنسيتين فرنسيتين؟ لا عندي فرنسوية حسناً عندك جنسية لبنانية وصعودية نعم إذا بدك تختار واحدة أيها بدك تختار؟ بدي اختار واحدة؟ نعم يعني الواحد ومش قصة اختيار قصة الواحد أنا ولدت بالسعودية ذاتس وعي عندي الجنسية السعودية وأنا لبناني يعني كمان أم عراقية يعني فيه الواحد ينكر أنه أم عراقية نعم هلأ بيطلع للجنسية العراقية فيني أقول أنه أنا من نصي مش عراقي وضلع مش لعني والدام السعودية جزء مني بيكون سعودي وجزء مني بيكون أكيد لبناني لأنه بي لبناني هي الوطن يعني أكيد الولاء للوطن وهكي بالنسبة له إلي لبنان يعني أنا هذا اللي لازم تعرفوه بس ما في الواحد ينكر شو هو وشو أصله بتفضلي كملي تب ليه محبت قدامنا نحنا تختار أنا ما اخترت واحدة أكثر واحدة أنا لبناني لا لا بالعكس يعني أنا عم بقولك أنا لبناني مية بالمية بس اللي عم بقوله أنا أنه أنه الواحد ما لازم ينكر من وين هو جاي يعني بالعكس يجب أن يكون فخور فيه حتى اليوم يعني فيه أشياء يعني أنا بس بس ما كانت الحرب بالعراق شو بتخلى عن العراق لأنه أم عراقية هيدا شي أنا فخور فيه أنه أم عراقية وإحنا أم فخورين لأن ابن أختنا سعد رفيق الحريري ونفتخر بيك و ب أبوك همين الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري نفتخر بيك لكن إنت يا أخي الشيخ سعد تقول ليه ما يطلع لي جنسي عراقي يعني ما يحق لي أخذ جنسي عراقي أول شي بالقانون ما يحق لك لأنه إحنا ما عدنا القانون ما يمشي أنه على الأم ما عدنا مماشي هذا الشيء مثل ما مماشي ممكن أعتقد في لبنان وأعتقد في مصر وبلدان أخرى وفي تونس لكن إحنا ما عدنا مماشي والثانية حتى لو مماشي ما راح ينطوكيها هاتجماعية لأن أمك عراقية لو أمك فارسية باكستانية هندية شان أخذتها قرانتي ولا يهمك لكن أمك عراقية ما ينطوكيها يفتخر أمك عراقية لكن من يجي على الحق يصرف كلبناني كلبناني لبنان أولا ربعنا إيران كانت تطيهم بالقنادر على روسهم يقعدون بجامعة الدول العربية بالبرلمان العربي يدافع عن إيران